نحن المنظمات الحقوقية العاملة في شمال وشرق سوريا ندين ونستنكر تفجير الإرهابي المروع في مدينة عفرين والذي وقع حوالي الساعة الثانية وأربعين دقيقة من مساء يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 28.04.2020 حيث انفجرت سيارة فان مفخخة بجانب سيارة أنتر تحمل براميلا محروقات مما زاد من شدة وقوة الانفجار وآثاره التدميرية واتساع رقعة الأضرار الناجمة عنه كانت متوقفة في شارع راج وسط مدينة عفرين وأمام مدخل السوق الشعبي تحديدا الذي يبعد مسافة أقل من 100 متر من مقر الاستخبارات التركية سرايا عفرين القديمة علما بأن السوق في هذه الساعات من شهر رمضان يكون مقتضا بالمدنيين الذين يقومون بشراء احتياجاتهم قبل موعد الإفطار كما ويعد شارع راج الشارع الرئيسي في مدينة عفرين لوجود مئات المحلات التجارية على جانبيه وهو الشارع الذي يربط أغلب أحياء المدينة ببعضها البعض ويأتي هذا التفجير بموازات سلسلة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوى الاحتلال التركي والفصائل السورية المسلحة التابعة لها وذلك منذ احتلالهم لمنطقة عفرين السورية في 18-3-2018 وحتى تاريخه حيث تتواصل الانتهاكات والاشتباكات وعمليات القتل والخطف والعنف الجنسي والسرقة والاستلاء على الممتلكات العامة والخاصة ونهي بكافة أنواع المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة وابتزاز المدنيين من أهالي عفرينة والعمل على طردهم من منازلهم وأراضيهم في ممارسات ممنهجة وواضحة لإحداث التغيير الديمغرافي من قبل المحتل التركي وتزامن هذا التفجير مع استمرار الجيش التركي المحتل والفصائل السورية المسلحة التابعة له في خرق الاتفاقيات المتعلقة بوقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا حيث سبق هذا التفجير قيام قوات الاحتلال التركية باستهداف مقر الأصائش في كوباني قوى الأمن الداخلي إضافة إلى القصف العشوائي المستمر على مناطق الشهباء التي يقتنها نازحي منطقة عفرين والمهجرين قصرا جراء العدوان التركي على منطقة عفرين السورية مع تجاهل تام لكافة النداءات الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة من أجل وقف العمليات القتالية في كل أنحاء العالم وخاصة سوريا من أجل الوقوف في وجه فيروس كورونا القاتل الذي يهدد البشرية بالأجمع ووفقا لمصادر إعلامية ومحلية وفي حصيلة غير ثابتة فقد أسفر هذا العمل الإرهابي الجبان عن مقتل أكثر من ستين مواطنا بينهم 11 طفلا وسبعة نساء وما يزيد عن خمسة أشخاص في عداد المفقودين حتى الآن وإصابة أكثر من سبعين مواطنا سوريا علما بأنه تم دفن عشرون جسة متفحمة لم يتمكن أحد من التعرف عليهم في مقبرة كرسانة في مدينة عفرين بالإضافة إلى إحداث أضرار مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين من محال تجارية وسيارات ومنازل مدنيين كما وقام مسلحوه ما يسمى بفصيل السلطان مراد والشرطة العسكرية بتفتيش جيوب الضحايا وسرقة محتوياتها وسرقة محال للصياغة والمحال التجارية المجاورة لموقع التفجير في ظل حالة الهلع والخوف التي حلت جراء المجزر المروعة كما وحدثت اشتباكات النتيجة خلافات بين عناصر الفصائل المسلحة والشرطة العسكرية على المسروقات إننا في المنظمات الحقوقية العاملة في شمال وشرق سوريا نعلن عن تضامننا الكامل مع ذوي الضحايا المتضررين ونتوجه بأحر التعازي القلبية لجميع من قضوا في هذا التفجير الإرهابي مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحة كما ونسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والخطف والإخفاء القصري أي كان مصدرها ومبرراتها كما نناشد جميع الأطراف الدولية والإقليمية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب السوري ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للأزمة السورية وإيقاف نزيف الدم وإعادة المهجرين قصرا إلى ديارهم وتطبيق قرارات ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني لذا فإننا ندعو للعمل على أولا تحميل سلطات الاحتلال التركي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية جراء التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة عفرين وغيرها من الانتهاكات والمجازر التي تم ارتكابها في عفرين منذ بداية احتلالها وحتى الآن وفقا لمعاهدة لاهاي لعام 1907 ولسيما المادة 42 منها والتي تنص على أن سلطة الاحتلال ملزمة بحفظ السلم والأمني وتأمين سبل العيش اللائق لسكان المنطقة التي تحتلها من كافة النواحي كما وأنها ملزمة باحترام وتطبيق القوانين المعمولة بها في الإقليم المحتل وتؤكد ذلك المادة 64 من اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949 ثانيا الوقوف الفوري لجميع عمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية عموما وفي المناطق الكردية خصوصا أيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وأيا كانت أشكال دعمه ومبرراته ثالثا من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وإدلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريدهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة رابعا تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سوريا تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها في عفرين وعن مرتكبي التفجير الإرهابي وجريمة القتل الوحشية بحق المدنيين بالسوق الشعبي في عفرين وعن المسؤولين من قوى الاحتلال التركي والمسلحين السوريين التابعين لهم الذين تسببوا بوقوع ضحايا قتلى وجرحى من أجل فتحهم والعمل على إحالتهم إلى القضاء المحلي والأقليمي والدولي ومحاسبتهم خامسا العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وأطلاق صراحية جميعا من النساء والأطفال والرجال لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل السورية المسلحة تابعة للاحتلال التركي دون قيد أو شرط وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والإقفاء القصري سادسا العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري وخصوصا في المناطق ذات الأغلبية الكردية من أجل مواجهة وإيقاف المخاطر متزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القصري والعنيف من أجل إفراغ المناطق الكردية من سكانها الأصليين والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح أرقية وعنصرية تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك المنظمات الحقوقية العاملة في شمال وشرق سوريا منظمة حقوق الإنسان عفرين سوريا منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة منظمة حقوق الإنسان في الفرات 1-5-2020